زوادة الصوم أحبتي اليوم بتقللنا يتكلم مع ريعقوبة السروجي عن صوم الحواس فيما يمره عن الصوم ويقارن سمو هذه الحواس بعد الصوم لأن كل الشهوات والكلام السيء يرذل ويستبعت فمتى ما صامت العين عن النظر إلى أي شيء يهري لن ترى سوى السماويات ومتى ما صامت الإذن عن سماع النميمة لن تسمع سوى صوت الشرائع الإلهية ومتى ما صام الشم لن يشم سوى رائحة الله الذكية ومتى ما صام الفم عن أكل لحم قريبنا بالشتيمة ونهش لحم أخينا بالنميمة والضغينة لن يكون الفم سوى مسبحا بقداسة الله ومتى ما صامت اليد عن السرقة والأرجل تبتعد عن المشاهد المحرمة فلن يدوس الصائم سوى باب الله العلي وبهذا الصوم ترضى فيه روح الله فليس الصوم وهو قهرا للجسد إنما هو ترويضا للجسد على العيش مع النفس فيسيراني معا بانتظام في الحياة صوم مبارك و الله معكم